هذا السائل يقول هل يجوز لي أن أخذ حبوب من الدورة الشهرية في أواخر شهري رمضان مبارك لكي أكمل بقية الصيام ورد عن عائشة رضي الله عنها بأنها كانت تشرب ماء سواك وذلك من أجل أنها تقوم برفع العذر الشرعي ولكن هذا الأمر لا سيما إذا كان الأمر متعلق بحبوب مثل هذه الحبوب المذكورة في السؤال فإننا نخشى من الآثار السلبية التي تكون على المرأة فلذلك لا يجوز إذا كان فيها الضرر عليك أما إذا لم يكن هناك الضرر فإنه لا تمنع المرأة من أخذ هذه الحبوب